وفي قضية تحظى بتقاطع وجهة النظر السياسية والاستخبارية والإنسانية يستعد مخيم الجدعى جنوب الموصل لاستقبال وجبة جديدة من عوائل داعش بعد استكمال عمليات التدقيق الأمني والقانوني وذلك بعد مرحلة توقف امتدت لشهرين تقريبا مدير ناحية البغدادي غرب الأنبار شرحبيل العبيدي قال إن مخيم الجدعى سيشهد في خضون الأيام القليلة المقبلة وصول نحو 250 أسر من مخيم الهول في سوريا حيث تخضع الأسر كافة لدورات تستمر ثلاثة أشهر لتأهيلهم قبل زجهم في المجتمع وأوضح أن القوات الأمنية تقوم بعملية فلترة أسر داعش وإحالة كل من يثبت انتماؤه أو تعاونه مع التنظيم الإرهابي إلى القضاء مع الإشارة إلى وجود 13 ألف عائلة عراقية في الهول السورية قد تساهم عودتهم بضوابط أمنية وقضائية خطوة مهمة في تفكيك خطر المخيم الذي لا ينصح الخبراء بإبقائه كمركز تجميع لأصحاب الفكر المتطرف